أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب السعادة والشقاء من كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف في هذا الباب أحاديث حول موضوع السعادة والشقاء هل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان سعيداً أم خلقه شقياً أم خلق البعض سعداء والبعض أشقياء وهل الشقوة والشقاء وكذلك السعادة أمران اختياريان للإنسان أم هما تقدير حتم من الله سبحانه وتعالى أحاديث هذا الباب تتطرق إلى هذه المواضيع ومواضيع أخر ترتبط بالسعادة والشقاء قبل أن ندخل في أحاديث هذا الباب لا بد أن نقدم مقدمة مختصرة وهي أن الله سبحانه وتعالى عادل والعادل يقتضي ألا يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان على ما ليس في اختياره إذا الإنسان لم يكن في أمر مختاراً فعقابه على ذلك الأمر إنما هو من الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد يعني مثلاً إذا واحد فيه مرض الرعاش لا يتمكن من ضبط يديه مثلاً هذه اليد ترتعش من دون اختياره عقابه على رعشة يده هذا ظلم لأن رعشة يده لم تكن باختياره أو إذا واحد ولد أسود أو واحد ولد أبيض أن يعاقب الأسود على سواده والأبيض على بياضه فهذا من الظلم لأنه لم يكن باختياره لكن إذا كان الإنسان مختاراً في أمر فاختار السيء هنا عقابه لا ينافي العدل الآن القانون يجرم بعض الأعمال إذا إنسان باختياره ارتكب تلك الأعمال الإجرامية فإذا عوقب بالسجن مثلاً هذا لا يعتبر ظلماً وإنما يقال إنه نال جزاءه العادل مثلاً هذه مقدمة أولى المقدمة الثانية إن الله سبحانه وتعالى من الأزل هو عالم قبل أن يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى يعلم بماذا سنختار وماذا سيكون مصيرنا الجميع الحوادث المستقبلية يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان الله ولم يكن معه شيء من الأزل الله سبحانه وتعالى هو عالم والعلم عين ذاته لكن هل علم الله الأزل سبب اختيار الناس لأعمالهم كلا أنت باختيارك تقوم بعمالك والله من الأزل يعلم بأنك باختيارك ستعمل كذا الله من الأزل يعلم بأن فرعون سيختار الكفر ويعلم من الأزل أن موسى عليه الصلاة والسلام سيختار الإيمان لكن هل فرعون كان مجبوراً في اختيار الكفر كلا هل علم الله الأزل بأفعال العباد الاختيارية هذا يسبب أن يكون إرسال الرسل وإنزال الكتب لغواً كلا لأن الله من الأزل يعلم بأنه سيرسل الرسل وأنه سينزل الكتب وأن المؤمن سيختار الإيمان والفاسق والكافر سيختار الفسق والكفر فإنزاله للكتب وإرساله للرسل ليس لغواً لأنه يعلم بإيمان المؤمنين بعد إنزاله للكتب وبعد إرساله للرسل مثلاً مثال لتوضيح المسألة وتوضيح الفكرة المعلم يأتي في السنة الجديدة في أول يوم من السنة الدراسية ينظر إلى الطلبة في الصف يختبرهم إذا هو المعلم ذكي ومتفرس راح يميز من الأيام الأوائل بين التلميذ الذكي الشاطر والتلميذ البليد الكسول فالمعلم من الأول المعلم المتفرس من الأول يعلم بأن هذا الطالب سينجح وأن ذلك الطالب سيرسب سيسقط هل علم المعلم سبب نجاح هذا الطالب الشاطر له هل علم المعلم سبب فشل هذا الطالب الكسول البليد كلا هو يعلم لكن علمه ليس سبباً لعملهم هل تدريس هذا المعلم لغو نقول زيان هذا الطالب الكسول سينجح قطعاً وذلك الطالب البليد سيرسب قطعاً هل تدريس المعلم لغو كلا لأن المعلم يعلم بأن هذا الطالب سينجح إن درسه إذا درسه هذا هم مجد يؤدي واجباته تكاليفه يطالع وسينجح فالمعلم يعلم بأنه إن درس سينجح زيان هل تدريسه للطالب البليد لغو كلا لأن المعلم يدرس يدرس الجميع فإذا هذا الطالب البليد ما أصغى إلى المعلم ولم يستمع إلى كلامه ولم يؤدي التكاليف واشتغل بالله واللعب ولم يراجع دروسه هذا لا يجعل عمل المدرس لغواً لأنه لأي من اليوم الأول طرده وهذا الطالب البليد من الصف من المدرسة هذا الطالب وأولياء أمره راحوا يعترضون لماذا طردتم نقول نحن نعلم بأنه سيرسب هذا لا يكون حج عليهم يقولون أنتم درسوه إذا رسب ذاك الوقت عندما تكتبون أنه ساقط يكون بعادل أما الآن أنت بدون أن تختبره بدون أن تمتحنه بدون أن تدرسه تسقط هذا يعتبر ظلماً الله سبحانه وتعالى يعلم باختيار المؤمن للإيمان لكن إن أرسل الرسل وأنزل الكتب ويعلم باختيار الكفار للكفر حتى مع إرساله الرسل وإنزاله الكتب ولكن الحجة تم عليهم قل فلله الحجة البالغة ماكوا واحد يتمكن يحتج على الله سبحانه وتعالى فإذن المقدمة الثانية أن الله أزل يعلم باختيار المؤمنين للإيمان واختيار الكفار للكفر وعلم الله ليس سبباً لعملهم حتى يكونوا مجبورين لأنه لو كانوا مجبورين فعقاب المخالف على مخالفته ظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم المقدمة الثالثة الله سبحانه وتعالى يعلم بأن فرعون سيختار الكفر وسيدخل جهنم ويعلم بأن مؤمن آل فرعون مثلاً سيختار الإيمان وبسبب حسن اختياره للإيمان سيدخل الجنة بلطف من الله ورحمة الله حكيم هذه من صفات الله هذا فرعون راح يدخل في النار الطين الذي خلق منه هذا الطين لازم يكون مناسب لذلك النار لتلك النار لأن الإنسان خلق من طين أني خالق بشراً من طين الطين الذي خلق منه فرعون هذا الطين سيدخل في النار هذا الطين لازم يناسب النار لو ما يناسب النار يكون خلاف الحكمة أنه شيء لا يناسب النار يدخل في تلك النار فلذلك الله لأنه يعلم بأن فرعون سيختار الكفر وسيدخل نار جهنم لذا خلقه من طينة تناسب نار جهنم وهي طينة سجين سجين موضع في الأرض السابعة من جهنم الله خلق أرواح الكفار من هذه الطينة طبعاً هذه الطينة لا تأثير لها في عملهم لأن عملهم بسوء اختيارهم لكن لأن الله يعلم أنه سيختار الكفر لو كان يخلقهم من طينة الجنة ثم هذه الطينة تروح في نار جهنم لأن المعاد جسماني تروح في نار جهنم هذا خلاف الحكمة هذا بالنسبة إلى مثلاً طين فرعون الطينة الذي خلق منها هذا السموء من آل فرعون الله سبحانه وتعالى يعلم أزلاً بأنه سيختار الإيمان وسيدخل الجنة لذا الله حينما خلقه خلقه من طينة عليين اللي هي موضع عليون موضع في الجنة خلق طينته وطينة المؤمنين من عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فهذا مؤمن آل فرعون وكذلك سارى المؤمنين خلقوا من طينة عليين لأن الله حكيم هذه الطينة ستذهب إلى الجنة بينها وبين الجنة لا أكو تناسب التناسب شنو هو أن هذا الإنسان خلق من طينة الجنة وسيكون مصيره الجنة فإذا دخلت هذه الطينة إلى الجنة سيكون هناك تناسب بينها وبين الجنة ونعيم الجنة عندما الروايات الكثيرة التي تقول أن المؤمنين خلقوا من طينة عليين والكفار خلقوا من طينة سجين روايات كثيرة روتها العامة والخاصة أيضا هذه هل لها تأثير في جبر الإنسان على أعماله؟ كلا وإنما بالبيان الذي بيناه الله أزلا يعلم أن هذا يختار الإيمان باختياره لا بالجبر فلذلك خلقه من طينة عليين وعلم الله الأزل ليس سببا لحسن اختيار هذا الإنسان هذا الإنسان بحسن اختياره الله يهديه ثم يكون مصيره الجنة ذاك الإنسان الكافر الله أزلا يعلم أنه سيختار الكفر بسوء اختياره وأنه سيدخل النار لكن علم الله ليس سببا لجبر هذا الإنسان على عمل فلذلك الله سبحانه وتعالى لحكمته خلقه من طينة سجين حتى يناسب العذاب والمكان الذي سيدخل في ذلك المكان والعذاب الذي سيعذب به إذا اتضح ذلك يتضح كثير من المطالب المذكورة في هذا الباب باب السعادة والشقاء فيها أحاديث متعددة نبدأ بالحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه طبعا بحث الطينة وبحث علم الله سبحانه وتعالى هذا بحث مفصل بالنسبة إلى العلم في الحلقات الماضية تطرقنا إليه إلى إشارة إلى بعض جوانبه أما بالنسبة إلى الطينة فهذا في باب في كتاب الإيمان والكفر الجزء الثاني من الكافي الشريف عسى ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا يوفقنا لمدارسة ذلك القسم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله قال إن الله خلق السعادة والشقاء الله خلق السعادة وخلق الشقاء أي معنى لخلق السعادة وخلق الشقاء بمعنى التقدير الله قدر السعادة وقدر الشقاء قبل أن يخلق خلقه قبل ما يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى قدر السعادة وقدر الشقاء لأنه يعلم أن فرعون سيختار الكفر فقدر الله سبحانه وتعالى له الشقاء وعلم أن مؤمن آل فرعون سيختار الإيمان لذلك قدر الله سبحانه وتعالى له السعادة وضمن هذا التقدير الخلق من طينة عليين أو من طينة سجين في سورة هود الله سبحانه وتعالى يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في يوم القيامة ماكو واحد يتكلم إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له فأحيانا يأذن وأحيانا لا يأذن قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ذول المعذبين الله سبحانه وتعالى أحيانا يأذن لهم بالكلام في وقت الاحتجاج في وقت المحاسبة في وقت المحكمة يأذن له أن يدافع عن نفسه يدافع بالأكاذيب الله سبحانه وتعالى يختم على فيه على فمه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وحينما يدخلون في نار جهنم أحيانا الله سبحانه وتعالى يسمح لهم بأن يتكلموا مع أهل الجنة أو مع الملائكة وأحيانا لا يسمح لهم وهذا ما بينته آيات متعددة من القرآن الكريم لأن لكل موضع موقف يناسب ذلك الموضع يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد البعض أشقياء والبعض سعداء فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق أصوات أنفاسهم عالية جدا من شدة الألم الذي يتعرضون له من عذاب الله سبحانه وتعالى خالدين فيها يعني خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض لأنه السماوات والأرض لا تزول يمكن تتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار تتبدل لكن لا تفنى لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لها الفناء فتستمر السماوات والأرض أبدا المؤمنون في الجنة والكفار في النار والسماوات والأرض موجودة والبعض من المفسرين قال ما دامت السماوات والأرض هذا تعبير مجازي تعبير المجازي يعني لا نهاية له التعبير المجازي بما لا نهاية له نقول ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها إلا ما شاء ربك بأي معنى إلا ما شاء ربك هذا بمعنى أن خلودهم في النار هذا ليس بمعنى خروجهم عن قدرة الله سبحانه وتعالى يعني هو خالد في النار بس مو معنى أنه الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من إخراجه من النار لا الله يتمكن من إخراجه من النار لكن لا مصلحة في ذلك لا حكمة في ذلك لذلك لا يخرجه من النار فهناء الاستثناء ليس بمعنى تحقق الوجود حسب كلام بعض المفسرين وإنما بمعنى أنهم ضمن مشيئة الله يعني استمرارهم وخلودهم في النار لا يخرجهم عن قدرة الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك طبعا بعض المفسرين قالوا بأن هذا الاستثناء بالنسبة إلى المؤمن العاصي الذي استحق الدخول في النار هذا يدخل في النار لكن حينما استوفى عذابه في النار يخرج من النار ويدخل الجنة يعني مؤمن له معاصي وهذه المعاصي استحق بها العذاب في النار وفي يوم القيامة لم يكن من الحكمة أن يغفر له قبل أن يدخل في النار فيلقى في نار جهنم إلى أن يستوفي عذابه إذا استوفى عذابه لأنه هو كان مؤمن صحيح العقيدة لكن في عمله كان زيادة ونقيصة استوفى عذابه الله يخرجه من النار ويدخله الجنة فإلا ما شاء ربك قالوا هذا إشارة إلى هؤلاء المؤمنين الذين بمعاصيهم استحقوا النار إن ربك فعال لما يريد لكن الله فعال لما يريد حكيم فبالحكمة يكون عمله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الاستثناء أيضا كذلك هذا ليس بمعنى أن من دخل الجنة يخرج منها كلا لأنه في الأدلة القطعية أن أهل الجنة إذا دخلوا في الجنة لا يخرجون منها أبدا وإنما هذا الاستثناء إما لبيان أنهم ليسوا خارجين عن مشيئة الله وهم في الجنة أو المعنى الثاني أن بعض هؤلاء في بداية أمرهم هؤلاء ليسوا في الجنة بسبب معاصيهم بعد استفاع عذابهم يدخلون في الجنة عطاءا غير مجذوذ العطاء غير ممنوع غير مقطوع أستمر زين فهناك سعداء وهناك أشقياء إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق الخلق فمن خلقه الله سعيدا ليس بمعنى أنه أجبره على السعادة لا بمعنى أن الله علم أنه سيختار الإيمان فلذلك خلقه الله سبحانه وتعالى من طينة عليين فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا لأن هذا طينة طينة عليين الله لا يبغض هذا الإنسان نعم إذا هذا الإنسان كان في بداية أمره كافر لكن ختمت له بالسعادة بالإيمان في زمان كفرة قد يعصي الله يبغض كفره يبغض معاصيه لكن لا يبغضه هو يعني مثلا قسم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء أدركوا زمان الشرك والكفر قبل البعثة كانوا مشركين ثم حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أسلموا وحسن إسلامهم ولم يغيروا ولم يبدلوا وماتوا على الإسلام الصحيح مثل شهداء بادر مثلا شهداء أحد شهداء مؤتة هؤلاء في زمان شركه وكفره الله سبحانه وتعالى خالق من طينة عليين لأنه يعلم بأن هذا الإنسان سيختار الإيمان فالله يبغض شركه يبغض المعاصي التي يرتكبها لكن هو لا يبغضه لأن الله يعلم بأنه هذا سعيد وأن طينته خلقها من عليين فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه وإن كان شقيا الله من الأزل يعلم بأن هذا الإنسان سيموت على الكفر لذلك خلقه من طينة سجين هذا الإنسان يمكن في زمان يكون مؤمن يعمل الصالحات الله سبحانه وتعالى يحب عمله لكن لا يحبه هو مثل المرتدين الذين ارتدوا في زمن الرسول أو بعد زمان الرسول صلى الله عليه وآله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا هذا المرتد قبل ارتداد لعله كان مؤمنا عن عقيدة ويعمل الصالحات لكن الله يعلم بأن هذا الإنسان سيختار الكفر سيرتد وسيموت على الكفر لذلك الله خالق من طينة سجين فإذا عمل عملا حسنا الله يحب ذلك العمل لكن يبغض هذا العامل وإن كان شقيا لم يحبه أبدا وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه فإذا أحب الله شيئا يعني شخصا أو عملا من الأعمال لم يبغضه أبدا وإذا أبغض الله شيئا لم يحبه أبدا هنا يجي كلام آخر يستفاد من بعض الروايات أنه أحيانا المؤمن يأتي بأعمال غير صالحة في يوم القيامة الله يبغض الأعمال لكن لا يبغض هذا المؤمن هذا العمل القبيح بناء على تجسم الأعمال ينتزعه من هذا المؤمن يطهر هذا المؤمن من ذلك العمل وهذا العمل يلقيه في نار جهنم وإذا كافر عمل عملا حسنا الله في يوم القيامة يسلب ذلك العمل الحسن منه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يسلب يسلب ذلك العمل الحسن منه وأحيانا ذلك العمل الحسن يضاف إلى سجل أعمال المؤمنين طبعا في تفصيل بيّنته بعض الروايات لكن ليس كلامنا الآن حوله إذن الذي علم الله بأنه سيختار الإيمان وسيموت عليه الله يعلم بأن هذا الإنسان يستحق الجنة وسيدخله الجنة فلذلك حينما يخلقه يخلقه من طينة عليين ويحبه وإذا عمل عملا سيئا أبغض عمله لكن لا يبغضه هو والإنسان الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أزلا بأن هذا الإنسان سيختار الكفر وسيموت على الكفر الله خلقه من طينة سجين ويبغضه لكن إذا عمل عملا صالحا يحب العمل لا العامل لأن الله إذا أحب شيئا لا يبغضه أبدا وإذا أبغضه لا يحبه أبدا وأن هذا الكلام الذي في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا كان هناك حوار بين الإمام الباقر وأحد الخوارج الخوارج وكانون يكفرون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الإمام بنفس هذا الكلام استدل به قل في اليوم أمير المؤمنين مثلا في بادر في أحد كذا عمل من الأعمال الصالحة هل الله سبحانه وتعالى كان يحب أمير المؤمنين عليًا قال نعم حينما كان يعمل هذه الأعمال الله كان يحبه قال نعم الله سبحانه وتعالى كان يعلم بأنه سيقبل بالتحكيم طبعا مضطرا الإمام قبل بالتحكيم قال نعم قال زين الله مع علمه بأنه سيختار التحكيم ولو اضطرارا مع ذلك كان يحبه الحديث هذا قال الإمام الباقر عليه السلام لعبد الله بن نافع بن الأزرق أخبرني عن الله عز وجل أحب علي ابن أبي طالب عليه السلام يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم إن قلت لا يعني قلت ما كان يعلم كفرت لأن إنكار العلم الله هو كفر فقال قد علم الله كان يعلم قال فأحبه على أن يعمل بطاعته أم على أن يعمل بمعصيته قال على أن يعمل بطاعته فقال أبو جعفر عليه السلام قم مخصوما فقام وهو يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الله يعلم حيث يجعل رسالته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بنور معارفه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة